اشتركوا في القناة في طمرة زميلنا ومرسلنا مجد دانيال متواجد يسعد صباحك مجد صباح الخير لك فاف ولا دريد ولا ضيوفك الكرام لجميع المشاهدين طبعا يعني مجد في جولة الانتخابات الأولى مثل هذه الساعات كان كثر من جماهير العربية وأبناء مجتمعنا صاروا عم بتوافدوا لصناديق الاقتراع ما هو الحال في هذا الصباح في الجولة الثانية لانتخابات سلطات المحلية في طمرة نعم بالفعل عفاف كما قلت نحن نتواجد الآن في مدينة طمرة لتغطية سيرة العملية الانتخابية التي لم تبدأ بالفعل يعني هي ستبدأ عند تمام الساعة الواحدة نحن نتحدث عن الجولة الثانية من الانتخابات وينتظر طمرة عرص ديمقراطي ولكن مع بعض الغصة والحزن على ما يحدث في قطاع غزة يعني ومع ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من هجمة شرسة من قبل المؤسسة الإسرائيلية يعني في طمرة في الجولة السابقة بلغت نسبة التصويت الـ 91% عدد المقترعين في طمرة يعني أصحاب حق الاقتراع هم 22846 مصوت مارس حق يعني من قاموا بممارسة حقهم بالاقتراع هم 20800 مصوت واحد عمليا كان في الجولة الأولى خمسة مرشحين تنافسوا على الرئاسة وهم أحمد حجازي وحصل على 15% محمد كنعان 3.5% موسى أبرومي 28.5% ومصطفى أبرومي 19% ودكتور رئيس البلدية الحالي دكتور سهول دياب 32.9% ومن هذه المعطيات نحن نستنتج وهذا ما حصل بأن من تأهل الليئة الجولة الثانية هم كل من رئيس البلدية الحالي دكتور سهيل دياب ومنافسه موسى أبرومي الذي شغله هو أيضا منصب رئاسة بلدية طمرة عام 98 وهو رشح نفسه مرة أخرى هذه المرة للعضوية يعني كان هناك شيء غريب بعض الشيء في طمرة إذا أن 21 قائمة عضوية 21 قائمة ترشحت للعضوية في طمرة نجح منها 11 قائمة ويعني توزعت المقاعد الخمسة عشر في طمرة على الـ 11 قائمة القوائم هذه للحديث أكثر حول أجواء الانتخابات وحاول أيضا تراجع الأحزاب في طمرة وهذا ما شهدناه أيضا في عدة مدن وقرى عربية وأيضا شهدنا أعمال عنف في مدن وقرى عربية ولكن في طمرة كان سادة أجواء لم نشهد هذه التراشقات ولا من حسن الحظ لم تكن هناك أي أعمال عنف تذكر وكان هناك لقاء بين المرشحين الذين وصلا للجولة الثانية للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني بأن أرحب بالعضو المنتخب عن قائمة الكوادر في طمرة المحامي نضال عثمان صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ نضال صباح الخير يعطيك العافي وصباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات نعم إذن نتحدث عن جولة الثانية في طمرة حدثنا أولا أنت كمرشح وتم انتخابك عن قائمة العضوية لكوادر طمرة لنتحدث عن هذا التراجع للأحزاب السياسية في طمرة وفي عدة مدن وقرى عربية هذا ما شاهدناه في الانتخابات الأخيرة السؤال هو لماذا هذا التراجع على حساب طبعا العائلية والحمائلية أعتقد في السنوات الأخيرة في كل بلداتنا العربية هناك تراجع لأداء الأحزاب السياسية هناك فطور في الأداء الحزبي للأحزاب أعزي جزء منها طبعا لعدم الاستثمار في الحركات الشبابية للأحزاب السياسية وهذا التراجع بكون حدث أدى إلى تقدم قوى أخرى منها طائفية من حمائلية عائلية في البلدات المختلفة فئوية حسب انتماءات فئوية هذا التراجع ترجم بنتائج الانتخابات وخصوصا في قوائم العضوية من خلال ترشح كثير من القوائم العضوية في البلدات المختلفة وبنتائج كذلك الأمر هذا أيضا السؤال المطروح عن كثرة القوائم في طمرة لماذا هناك 21 قائمة تنافسوا على عدد القوائم أكثر من عدد المقاعد عمليا في المجلس البلدي في طمرة لماذا هذا الكم الكبير من قوائم العضوية هل كل عائلة قامت بإنزال قائمة عضوية للتصحيح فقط هناك 21 قائمة تسجلت منها أربع قوائم تسمى بقوائم وهمية لمرشحي الرئاسة لا يتم التصويت لها أو حتى خمس قوائم قوائم وهمية هناك 16 قائمة تنافست على أصوات الناخبين للعضوية وليس 21 أي خمس من القوائم هي قوائم وهمية لمرشحي الرئاسة وبالتالي من 16 قائمة التي تنافست وهي أيضا عدد كبير من القوائم ليس بقليل لم ينل ثقة الجمهور وعمليا ما اجتاز نسبة الحسم خمس قوائم و11 قائمة ممثلة إما بعضوين في المجلس البلدي في طمرة نعم برأيك نضال ما هي الحسابات التي تخذها المواطن واخذها بالحسبان عندما يقدم للتصويت واختيار مرشحه واختيار أيضا الأعضاء في المجلس البلدي هل أصبحت هذه الحسابات تكون للمصالح الشخصية الضيقة ولم تعد هناك حسابات سياسية لربما توجه فكر معين هناك تفاوت عمليا بتوجهات الجمهور هناك جمهور المنتمي المتعصب للانتماء العائلي في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وهذا الانتماء عمليا يؤدي إلى تعصب أحيانا أعمى لتصويت باتجاه عمليا القوائم التي ترشح نفسها وتخوض الانتخابات على أساس عائلي وبنفس الوقت هناك أيضا مصوتين من كل العائلات في طمرة من دون استثناء يصوتون حسب ضميرهم فهمهم لأهمية دور عضو المجلس البلدي ويصوتون على هذا الأساس يعني قائمتنا للعضوية حازت على أصوات في كل السناديق في الثلاثين صندوق من جميع عائلات طمرة من دون استثناء نحن نعتبر جسم حزبي حركي سياسي محلي وبالتالي حصلنا على أصوات للعضوية من كل عائلات طمرة من دون استثناء من العائلات الكبيرة والصغيرة ونمثل عمليا كل عائلات طمرة أيضا لا نمثل عائلة معينة وبالتالي سنؤثر ونعمل بهذا الاتجاه أيضا من خلال المجلس البلدي نعم أستاذ نضال رأينا التقاء بين يعني لقاء جمع بين المرشحين الذين وصلوا للجولة الثانية في طمرة كل من الدكتور سهيل دياب وأيضا السيد موسى أبو رومي وبرأيك هذا اللقاء هل يطفي جو من الطمأنينة في البلد ويعني ممكن أن يختصر العديد مثلا من المشاكل صمح الله هناك في طمرة تحركات إيجابية من قبل مجموعات سكانية منظمة ناشطين وناشطات مجموعات شبيبة مجموعات نسائية مجموعات أخرى التي تفرض جوا معين على المرشحين وبالتالي هم يتجاوبون مع هذا الجو من خلال تنظيم اللقاءات المختلفة بين المرشحين قبل الانتخابات خلال أيام الانتخابات أمس أيضا قبنا كانت وقفة قامت فيها مجموعة القادة الشباب في المركز الجماهيري جمعت بين الأعضاء المنتخبين والمرشحين للجولة الثانية محاولات هذه المجموعات المحاولات المباركة من هذه المجموعات تفرض أجواء معينة أيضا عن المرشحين التي تتعاملوا على أساسها وعوضا عن أنه في طمر الأجواء عادة أجواء حميمية علاقة طيبة بين كل الناس أيضا هذا يترجم نأمل أن يكون أيضا هذا اليوم اليوم يعني هناك تنافس دعنا نقول حاد كونه بين منافسين وليس أكثر على الصوت زي ما بقولوا لاجتياز عمليا اليوم المرحلة بنجاح والتأهل لرئاسة بلدية طمرة نأمل أن تسود هذه الأجواء أيضا اليوم في طمرة ونحن نقول في ألم بنفس الوقت شعبنا في غزي المحاصرة عمليا يتعرض للاعتداءات والبطش من قبل قوات الاحتلال ونحن للأسف منشغلين اليوم في أكثر من 21 بلدة عربية في الجولة الثانية للانتخابات من هون طبعا منقول لشعبنا في غزي أنه هني البوصلي والثبات طبعا وأكيد إحنا رح يكون لنا وقف وموقف بما يخص وما يحدث في غزي أيضا ولكن اليوم نقول أيضا أنه الانتخابات المحلية يجب أن توجهها ثوابت وطنية أيضا الثوابت الوطنية أيضا مهمة في الانتخابات المحلية وليس فقط في الانتخابات للكنيسة الثوابت الوطنية تعني التأثير أيضا على مجرية الأمور بعد الانتخابات دون أدنى شك كما ذكرت يعني لا يجب أن ننسى أيضا شعبنا وجزئنا وشطرنا الثاني شطر البرتقال الفلسطينية في قطاع غزة وما يتعرضون له الآن يعني من هجم شريسة وقصف وضمار شكرا جزيلا لك المحامي نضاء العثمان والعضو المنتخب عن الكوادر في طمرة شكرا جزيلا لك نعم إذن عفافي ودوريد كانت هذه يعني بعض المعطيات والمعلومات عن ما يحدث هنا في مدينة طمرة ويعني بانتظار افتتاح الصناديق عند الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم وستدلي المواطنين في طمرة بأصواتهم ويختار المرشح الأنسب بين دكتور سهيل الدياب والسيد موسى أبرومي وستفتح الصناديق عند تمام الساعة العاشرة مساء ولنعلم من هو الرئيس الذي سيتولى منصب الرئاسة في بلدية طمرة إليكم في الاستوديو المشاهدين بكل مستجد جزيلا شكرا لإلغ زميلنا مجد دانيال على هذه الطغطية كنت معنا من طمرة اشتركوا في القناة